مجلس الشورى تشجيع البحرينيين المؤهلين للالتحاق بهذه المهنة وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون كما بحث المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 143 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقرر المجلس بعدم الموافقة على المشروع مشروع القانون من حيث المبدأ كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 وذلك بحضور سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والذي يهدف إلى اشتراط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها أثناء التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء للتثبت من جودتها حسب المواصفات والمعايير الدولية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ المرسوم بقانون بخصوص المدققين والحسابات الخارجيين القانون ذي يستبدل القانون القديم صدر في سنة 1996 وجدت الوزارة المعنية بأن العدد المكاتب غير كافي لتلبية طلبات التدقيق الحسابات الشركات في المواعيد المحددة لحسب القوانين المرعية الموجودة في البحرين فلذا الآن القانون ذي بـ 61 مادة فتح الباب أكثر لمكاتب التدقيق بضوابط معينة بالنسبة للتسجيل والضوابط الأخرى التي هي متعلقة بتوظيف البحرينيين وتدريب البحرينيين المعروض على مجلس الشوري اليوم مقترح بقانون بإضافة بند جديد للمادة خمسة من القانون البناء الذي صدر سنة 1977 هذه الإضافة تتعلق بوجوب تقديم مستند لفحص التربة للمبنى المراد إنشاءه هذه الشهادة يجب أن تقدم من مختبرات معتمدة وتحتوي على جودة التربة ومدى قوتها وتحملها لأن هذا الأمر في الواقع جدا مهم لأنه يحدد مدى تحمل هذا الإنشاء والرسومات الهندسية الواجب تقديمها أو تعديلها لتتناسب مع هذه التربة